قال المدير التنفيذي لمنظمة شفاء فلسطين ستيب سوسبي قال إن 30% من الأطفال في شمال الغزة يعانون من سوء تغذية عال وأشار سوسبي لأن هناك أكثر من 60 مستشفى في غزة غالبيتها لا تعمل بطريقة فعالة كما أن هناك أعدادا كبيرة من سكان غزة يحتاجون إلى رعاية طبية لأمراض كالسكر وارتفاع ضغط الدم والقلب وسرطان ترجمة نانسي قنقر